أعلن مصرف ليبيا المركزي الأحد الثالث من يناير لسنة 2021 شروعه في تطبيق قرار مجلس إدارته بتعديل سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار لتصبح بقيمة أربعة دنانير وثمانية وأربعين قرشة قرار يرى فيه مراقبون تماشيا ضروريا مع واقع مرير يمر به الاقتصاد الليبي في ظل حالة الاحتراب الداخلي والإغلاق المتكرر لمصدر الدخل والمورد الوحيد للخزانة العامة في ليبيا وهو القطاع النفطي الذي لم يكد يتعافى من إقفاله الأول على يد ميليشيات قبلية انفصالية منذ عام 2013 إلى عام 2016 حتى لحقه إقفال ثاني على يد ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر مدعومة بمرتزقة فاغنر الروسية وميليشيات الجنجويد السودانية فالإغلاق الأخير كبد وحده الاقتصاد الليبي خسائر فادحة بلغت عشرة مليارات دولار في وقت يعاني فيه العالم كله جائحة أتت على أكبر اقتصاداته أو نالت منه على الأقل أما آخرون فيرون أن القرار ما هو إلا خفض لسعر العملة المحلية ما يعني ضمن انخفاض معدل الدخل الفرد بالعملة الصعبة ويرى هؤلاء أن قرار المركزي الذي علله بمحاربة الفساد والقضاء على المضاربين في السوق الموازية يصب في تحميل المواطن أعباء عجز الميزانية والدين العام ومحاولة تغطيته من جيبه لغير أسباب المصرف المركزي ليست مقبولة عند أصحاب هذا الرأي فليست محاربة الفساد ولا القضاء على السوق الموازية من اختصاصات المركزي ولا شمعة قرب إفلاس الدولة أقنعتهم إذ اعتبروا أن ليبيا ما زالت في وضع آمن مقارنة بدول أخرى من حيث احتياطي العملة الصعبة ولم تضطر تلك الدول لخفض قيمة عملتها المحلية بنسبة بلغت 300% وفي الأثناء أطل المجلس الرئاسي بقرار يبدو أنه تشكيك في نية المصرف المركزي تنفيذ قرار تعديل سعر صرف العملة المحلية وينص القرار على وقف العمل بقرار الرئاسي رقم 1300 الصادر في عام 2018 بشأن فرض رسوم بقيمة 163% على بيع النقد الأجنبي لمدة ثلاثة أشهر تقبل التمديد في حال تنفيذ قرار المصرف المركزي ويبقى تنفيذ قرار المركزي يكتنفه كثير من الغموض خاصة حول القدرة على تنفيذ الإجراءات المصاحبة له أما اقتصادياً فما يزال تأثير القرار المذكور غير واضح على السوق الموازية وبالتالي على المواطن وحياته اليومية فيترى أي تتبعات وآثار يحملها هذا القرار على الاقتصاد الليبي وكيف ستتأثر البنوك والاستثمارات الأجنبية بالقرار وأين المواطن من هذا كله